اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الشرق الاوسط حيث كتب مصطفى فحص مقالا بعنوان ايران في سوريا الانتصار المستحيل قال فيه نقل مسؤول الروسي سابق زر دمشق في الآوينة الاخيرة على رئيس نظام السوري بشار الاسد ان العام الحالي سيشهد نهاية الاعمال العسكرية ضد الجماعة المسلحة وفي بيروت اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلة صحفية اجرها مؤخرا اكد ان نظام الاسد تخطى مرحلة السقوط مبديا شيئا من الاسف على تأخير حزبه بالتدخل في سوريا رسالة الاسد ونصر الله السياسيتان مبنيتان على عوامل عسكرية ادتا الى تحولات ميذانية لصالح قوات الاسد المنهكة التي تلقت مؤازرة عسكرية كبيرة ونوعية من مقاتل حزب الله وجماعة مسلحة عراقية موالية لطهران وعلى الرغم من التفوق العسكري الحاصل لصالح الاسد بسبب الدعم الايراني الروسي المطلق من جهة ومن جهة اخرى منع الولايات المتحدة تزويد الثوار السوريين بالعتاد المطلوب فقد غاب عن ذاكرة المسؤولين في طهران التي تقود دفاعا مستميتا عن نظام الاسد انها تكرر الخطأ نفسه الذي وقع فيه السوفيت في افغانستان عندما رهنوا على استخدام القوة من اجل الحفاظ على نظام موال لهم واخماد ثورة شعبية ما يدور في سوريا اليوم يشابه السيناريو الافغاني حيث تحاول ايران بالقوة فرض نظام مرفوض من اغلبية الشعب السوري وهي تواجه نضالا مسلحا فاق بعديده وامكانياته مكن بحوزة المقاومة الافغانية من رجال وعتاد عند انطلاقتها فصغر مساحة سوريا مقارنة بمساحة افغانستان يجعل ايران تحتاج امام الكثافة السكانية 24 مليون تحتاج الى اضعاف ما ارسله السوفيت الى افغانستان من اجل احتفاظ بنفوذها واخماد الثورة خلال عشر سنوات من النزاع الافغاني وامام ضربات المجاهدين الافغان وتزايد الخسائر في صفوف السوفيت حسر دفاعهم عن كابل ومحيطها وبعض المدن وتحولت افغانستان باسرها الى ارض معادية ولم يعد بمقدور القيادة السوفيتية تحمل نفقات الحرب التي زادت اعباء الخزينة الروسية الواقعة تحت العجز فقررت الانسحاب من افغانستان تاركة وراءها نظام الرئيس محمود ناجيب الله الذي ينتمي الاغلبية البشتونية وحيدا فسقط في غضون ايام بعد رحيل السوفيت وهذا ما يؤكد ان ما تبقى من قوات تابعة للاسد لن تكون قادرة على حماية العاصمة دمشق او المناطق الساحلية لو قرر الاسد اللجوء اليها في حال اضطرت طهران الى سحب مقاتليها من سوريا ومن المستبعد اصلا ان تنسحب ايران بسهولة من المواجهة الدائرة في سوريا وهي تستخدم كل اوراقها من اجل استدراج صفقة دولية اقليمية تحافظ من خلالها على مصالحها هناك ومن المستبعد ان يستطيع الطرف الاخر تقديم ما تطالب به طهران في سوريا ففي معادلة الاستنزاف بات من المستحيل السماح لايران بالانتصار الكامل والنهائي وفي المقابل ومهما طال الزمن وقلت الامكانيات فانه لا احد يقدر على اقناع الشعب السوري بالعدول عن مطالبه ننتقل الان الى موقع اوريانت نت حيث كتب غسان مفلح مقالا بعنوان الساحل علوي ام سوري قال فيه اثارت معركة الساحل التي شنتها قوى المعارضة المسلحة على الساحل السوري اثارت ردود فعل متباينة غاضبة ارتجالية مزاودة احيانا ومتطرفة احيانا اخرى وهذا ينطبق في الحقيقة على كلا الطرفين كنت اتمنى بالطبع ان يكون اسم المعركة معركة كلنا سوريون مثلا لان يكون اسمها معركة الانفال رغم انني من الذين لا يرون ان هذه المعركة رغم ما تسببه لنظامي من ارباك يمكن ان تسقطه لكنها تحت اي اعتبار تجعل حركته في المناطق الاخرى مختلفة لهذا يحاول النظام ان ينتقم من حلب والقنيطرة والغوطة وحران بالبراميل لكن هناك نقاط تستحق الوقوف عندها اول هذه النقاط هو اقرار من كان ضد هذه المعركة على رأسهم بعض شخصيات الاتلاف وبعض المثقفين من الطائفة العلوية الذين يقولون ان الساحل علوي هذا في الواقع فحوى هذا الهجوم على الثورة والمعارضة المسلحة لفتحها جبهة الساحل علما ان نصف الساحل انم يكون اكثر هو ليس من الطائفة العلوية فيه سنة ومسيحيون وارمن وتركمان لماذا اذا جعلوا من الساحل منطقة علوية وخاصة السيد ميشيل كيلو انا افهم ان عفرين منطقة كردية بشكل كاسح وافهم ان محافظة السويداء درزية بشكل كاسح لكن في الساحل غير مفهوم هذا الامر النقطة الاخرى هذه القيادات لو كانت فعلا تمتلك برنامجا سياسيا ومقتنعة به لما قامت بما قامت به لكي تكون في واجهة المعارضة والثورة النقطة الثالثة يتحدث بعضهم انهم سكان امنون لا يجب التعرض لهم هم امنون صحيح لكنهم شبيحة في بقية مناطق سوريا ان يكون المرء ضد مهاجمة اي مدني امر مفروض وهذا ما يجب ان يكون لكن المسألة هنا مختلفة في الواقع لان من قام بمهاجمة شبيحة النظام في الساحل لم يهاجم مدنيين ولهذا كل ما قيل وكتب عن انقاذ كسب هو محضو كذب لان سكان كسب قد غادرها قبل معركة الساحل باشهر وكثير من القرائن اثبتت ذلك النقطة الاخيرة ان من هاجم في معركة الساحل اكثرياتهم ليسوا متطرفين وان كانوا اسلاميين ولا ينتمون لتنظيم القاعدة بل هم من السوريين الذين كانوا في مناطق اخرى ومنهم تركمانيون سوريون من الساحل نفسه لكن بالمقابل النظام لا يسقط سوى في دمشق ويجب على المعارضة ان تكثف جهودها من اجل رسم استراتيجية سياسية واضحة تتعلق برفض التعاطي مع الدول انطلاقا من استمرار حالة الصوملة بل من اجل تدخل دولي لحماية سوريا وشعبها من هذا الاحتلال الفاشي الاسدي بغير ذلك سنوات من الدم تنتظر شعبنا نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة العرب اللندنية حيث كتب عبد الحفيظ محبوب مقالا بعنوان ومنذ الموقف الروسي يربك حلفاء النظام السوري قال فيه اعلن رئيس الحكومة الروسية السابق سيرجي سيباتشين في مؤتمر صحفي بعد عودته من سوريا ان رئيس السوريا بشار الاسد سلمه رسالة لبوتين يوضح فيها انه ليس يانو كوفيتش ولن يرحل ابدا وفي لقاء الاسد مع ود حزب البعث بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب قال الوفد حين نكون اقوياء في الداخل فكل ما هو خارجي يبقى خارجيا تلك التصريحات من قبل الجانبين تعكس غموض الموقف الروسي تجاه حلفائه في سوريا ويؤكد هذا الغموض رد رئيس السوري الرافض لتشبهه بيانو كوفيتش الرئيس الاوكراني الذي هرب الى روسيا ولم تتمكن موسكو من حماية حكمه بل اكتفت بتحقيق مصلحتها في الاستلاء على شبه جزيرة القرم حيث تنتشر اساطلها وبدأ التخبط يبدو على حزب الله من خلال تصريحة حاسن نصر الله لجريدة السفير اللبنانية حيث اعتبر ان معركة سوريا ليس هدفها صنع ديمقراطية او عدالة بل هي تغيير موقع سوريا واكد على ان معظم الدول تتبنى الحل السياسي حزب الله يعيش حالة من الحرج الشديد ترى مقتل عدد كبير من عناصره اخيرا في سوريا ووجود ضغط كبير عليه من حاضنته الشعبية وتراجع قدراته وتناقص عناصره بشكل مضطرد الى جانب ارتفاع تكاليف القتال الى جانب نظام الاسد وهي محاولة لرفع معنويات مقاتليه وإيجاد مبررات غير واقعية وبدأ حصد نصر الله يرسي رسائل متناقضة توحي بان الخيار العسكرية في سوريا قد فشل ويعتبرها البعض محاولة منه لاعادة التوازن وطرح افكار لحل سياسي ولكن مثل هذا الطرح لا يمتلك اطارا واضحا بل ليكتنفه تشويش وعدم وضوح في الرؤية تدرك طهران ان امامها عامين على نهاية ولاية اوباما استغلال حالة الارتباك والضعف الامريكي وتعزيز مكاسبها الاقليمية لاعادة استخدام مخالبها في المنطقة هناك قلق لدى ايران ونظام السوري وحزب الله ان يحاقق الضغط السعودي على اوباما تزويد المعارضة السورية باسلحة خفيفة وتعاني ايران في العراق من خصوم المالك الذين يوسعون دائرة تفاهماتهم ضد ولاية المالك الثالثة بينما اتلافه يصر عليها بدعم ايراني يرغب حزب الله في وقف استنزاف قوى خصوصا بعد توقف الدعم الايراني لا محدود بان يجلس النظام مع المعارضة لتفاهم على حلول يمكن ان تكون محطة لتفاهمات سياسية اوسع واشمل وكما يقول نعيم قاسم نائب امين حزب الله غير هذه الطريق لا اجد حلا نواصل مع صحيفة عينب بلدي حيث نشرت مقالا بعنوان رسالة من سجين سياسيا بسجن حلب المركزي جاء فيه نداء في الذكرى الاولى قالت فيه مرت علينا منذ ايام الذكرى الاولى لبدء ما سمي عملية فك الاسرى تلك العملية التي استهدفت سجن حلب المركزي ومعتقله ونزلائه هدفة لتحذيرهم واكمل سيطرة فصائل وقوى الثورة على الريف الشمالي لحلب وسعية لاعادة سيطرة المعارضة على مشفى الكندي والذي خسرته منذ شهور وفرضت بعده حصارا ناعما على منطقة السجن تنقصت على اثره كميات الطعام في السجن اعتبارا من الشهر الثاني عشر لعام الفين واثني عشر انطلقت العملية بمشاركة فصائل وكتائب متنوعة وتولت الهجمات والاقتحامات وارتق الشهداء على اسوار السجن الذي استحال قلعة منيعة تترست فيها حامية السجن بنزلائه وطلأ أمد المعركة لتنقلب حصارا قاسيا داميا كان السجناء هم الخاسر الأكبر فيه بعد أشهر عجاف ذاق السجناء خلالها الويلات دخل شريك جديد في القتل ولاعب آخر يهزأ بأرواح المعتقلين الهلال الأحمر فقد تم الاتفاق على دخوله مع الخبز والطعام وقليل من الدواء لتبدأ بعدها معاناة السجناء بالتعلق برؤية الهلال هلال ما برحى يغضب ويرضى ويظهر ويغيب على هواه وكلما مسه أحد طرفين نزاع بشيء ينتقم شر انتقام من السجناء فيحرن ويتركهم نهبة للموت جوعا أخطأت القذائف أهدافها وأصابت السجناء وأفرغ الجندي رصاصاته فيهم ورمى قنابله عليهم بتصرف فردي وعاد كل طرف يجد المبرر المناسب والحقيقة الوحيدة المتفق عليها ثمانمائة سجين ملقون في مقبرة جماعية في باحة السجن الشرقية وألفان وأربعمائة من النساء والأطفال والمرضى والضعفاء ينتظرون نفس المصير سقطت كل الأقنعة وانكشفت كل الوجوه ونقضت أبسط المسلمات لا أحد يموت من الجوع المنظمات الأمامية والهيئات الدولية والصليب والهلال والنجمة وكل من ادعى الإنسانية هنا في سجن حلب انكشفت عوراتهم وبان هزالهم واستبان عجزهم عنين وما نزال من القتل بكل أشكاله والموت جوعا وليس الجوع وحده والمرض بكل ألوانه وأسمائه ما شخص منه وما لم يشخص والبرد والتجمد حتى الموت والذل والهوان وترقب الموت المؤلم مفاجئا كان أو وطيئا وفقدان الرفاق وشهود موتهم والعجز عن مجرد تهدئة صرخات ألمهم أضحى الظلام أصلا والخوف طبيعة والحياة استثناء والأمل جثة ملقاة بقرب الثمانمائة قتيل من هنا من مقبرة الأحياء نطلق صرختنا لعلى أحدا يستجيب أنقذوا من تبقى منا أغيثوا ضعفنا وارحموا عجزنا وكونوا عونا للسجناء العزل ومغيثا للنساء والأطفال والمرضى والمستضعفين فمهما كانت الحرب متوحشة فنحن لا نستحق عقوبة القتل تعذيبا وجوعا وبردا ومرضا أعطونا حقنا الأساسي الذي وهبته الشرائع وأقرته القوانين حقنا في الحياة وانتجدوا حلا لمأساة السجن الرهيب سجن غرف الموت سجن المقبرة الجماعية الأكبر سجن حلب المركزي نواصل معكم مشاهدنا الكرام حديث الصحافة وننتقل الآن إلى صحيفة إلاف حيث كتب إبراهيم الزبيدي مقالا بعنوان كذب المنجمون الثلاثة قال فيه أما المنجمون الثلاثة فهم على التوالي بشار وحسن ونوري وأما النبوءة التي أطلقها في بحر يومين اثنين وكأنهم على موعد فهي أن خطر سقوط نظام في سوريا قد زال لكن ما يجعل توقعات المنجمين الثلاثة قصورا في الهواء وامنية بعيدة عن الواقع عوامل عديدة أولها السياسي فقد أعلنت إيران مؤخرا بصراحة أن سوريا هي الساحة الأخيرة التي تقاتل بكل ما لديها من قوة لحمايتها من السقوط لأن هذا السقوط يعني بداية الإطباق على إيران ذاتها وجرها إلى حرب مفتوحة غير محسوبة جاء هذا على لساني نائب رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد غلام علي رشيد في كلمة في مدينة ديزفول وقال إن بلاده تساند سوريا دون حدود لأنها تمثل جبهتها الأمامية وهذا الإعلان يسقط عن قوات حسن نصر الله ومليشيات نوري المالكي والحوثيين صفة الجهاد المذهبي التي كانوا يتذرعون بها لتبرر اشتراكهم في قتل السوريين فهو يثبت أنهم موجودون في سوريا دفاعا عن النفوذ التوسعي الاستيطاني الإيراني وليس عن راية الحسين ولا عن مقام السيدة زينب ولا عن سواه كما أنه من ناحية أخرى يفضح حسن نصر الله ويخرجه من خانة رجال الدين ويجعله رجل سياسة ورئيس ميليشيا يؤدي دورا مرسوما له في طهران بمعنى آخر إن هذا الإعلان يقول إن حسن نصر الله كان يكذب على الله وعلى نفسه وعلى حزبه وطائفته في مزاعمه السابقة حول دفاع عن مواقع دينية تارة وحول حماية قرى شيعية سورية تارة أخرى ومنع تسلل التكفيريين إلى لبنان تارة ثالثة أما العامل الآخر الذي يعاكس المنجمين الثلاثة فهو العامل العراقي وتفاعلاته وتأثيراته وتقلباته المتلاحقة وظهروا أن إيران بدأت تقرأ الساحة العراقية بشيء من الواقعية وصرت تشعر بخوف حقيقي من أن تفجر الانتخابات القريبة صراعا طائفيا وقوميا واسعا يهدد نفوذها بشكل أو بآخر أو على الأقل يضيف إلى مشاغلها السورية مشاغلها جديدة هي في غنى عنها في الوقت الراهن أما العامل الثالث والأهم والأكثر قدرة على تحديد مسار الحرب على الساحة السورية ذاتها والذي لا يراه المنجمون الثلاثة فهو صمود الشعب السوري الذي أثبت أنه شعب من نوع فريد لم تستطع أسلحة روسيا ولا ميليشيات إيران أن تضعف عزمته القتالية رغم شح سلاحه وكثرة خصومه المحليين والوافدين وعن في حرب الإبادة الجماعية التي يشننها جميعهم عليه ولا سبيل لوقف هذه المجزرة إلا بإجبار النظام على قبول الحل ولكن بقوة الثورة ذاتها وما تحققه من مكاسب على الأرض وليس هناك من حل يقبل به الشعب السوري بعد كل ما قدمه من دماء وخرى ببيوت إلا حلا واحدا يشترط أولا ما يشترط نهاية حكم الأسد بأي شكل من الأشكال فإذا لم يكن هذا الحصار والاستنفار والاستنزاف اليومي الذي يعيشه النظام منذ أكثر من عامين سقوطا فماذا يمكن أن يسميه المنجمون ننتقل الآن إلى صحيفة عين بلدي حيث كتب أحمد الشامي مقالا بعنوان المثقفجيون ومعركة الساحل قال فيه فور انطلاق معركة كسب سارع بعض المثقفجيين ومنهم السيد كيلو للخوف على الوحدة الوطنية ولبناشدة الثوار الرجوع إلى العقل وعدم نقل المعركة إلى الأرض التي تعتبرها عصابة الأسد نوات دولتها العلوية خوفا من الحرب الأهلية لسان حال هؤلاء يكاد يقول السنة كثر ولا مانع من أن يفنى بضعة ملايين منهم أما الأقليات فقد تندثر لسمح الله فهل لازال السنة أكثرية؟ وهل هم أكثرية مثل الخرفان في وجه أقليات من الذئاب؟ في جيش الأسد 85% من الضباط هم من الطائفة الكريمة مثل جيش جنوب إفريقيا العنصري وفي مصفات بانياس قام النظام بجلب موظفين من طائفته من حمص بدل تشغيل السنة المدينة هذا بحسب فروفيسور فؤاد عجمي حين يتعامل جيش النظام مع البلاد كأرض محتلة ويتم تهجير السنة بالملايين وذبحهم بمئات الآلاث فنحن أمام حرب إبادة أبشعة من الحرب الأهلية تهدف لسحق الأكثرية وتشذيب التشكيلة الطائفية لو كانت المشكلة مع بشار وحده لهنا الأمر لكن طائفته بأكثريتها الساحقة اختارت التضحية بالوطن والتعيوش من أجل حماية عصابة صحيح أن هناك الكثير من أبناء الطائفة ضد النظام وهم مرغمون على الدفاع عن أنفسهم لكن ما هو حكم الطيار الذي يرمي برميلا متفجرا على بيت ولماذا لا تنقلب الطائفة على العصابة ثم لماذا يكون الصراع حلالا في درعة وحراما في اللاذقية ليست هذه أولها فوات الأستاذ كيلو الذي بارك الجهاديين وزارهم ثم عاد على عكس الأبي باولو قبل أن يتحفنا بمقولة الحل في موسكو مرورا بفرض الجربة عن الائتلاف بحسب أوامر طويل العمر معركة الساحل لا يجب أن تكون انتقامية ولا مناورة بل عليها أن تنبرجك غيرها من المعارك في إطار استراتيجية واضحة لإنهاء معاناة كل السوريين والتعايش المستقبلي لا يكون بطمر الرأس في الرمال ولكن بالنظر إلى الأمور كما هي لكما نتمنى أن تكون والتصرف بعقلانية لكسب حرب فرضها النظام وقوى الشر في العالم علينا حين يسيل الدم فلا يجوز الصمت كل دماء مقدسة بنفس الدرجة وواجب حقنها يقع على الجميع وليس فقط على أكثرية مذبوحة بهذا بشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة